تحياتي في حلقتنا النهاردة هكلمكم عن لقاء مولانا جلال الدين الرومي بأستاذه ومعلمه شمس الدين التبريزي اللقاء المسمى بمرج البحرين ولد جلال الدين الرومي في مدينة بلخ في أفغانستان سنة 1207 ميلادية وولده كان يلقب بسلطان العلماء وكان صوفيا ينتمي إلى مدرسة الصوفي الكبير أحمد الغزالي شقيق الفيلسوف أبي حامد الغزالي وتأثر كذلك بالصوفي الكبير نجم الدين كبرى مؤسس الطريقة الكبروية وبسبب تهديد المغول الزاحفين من أسيا الوسطى غادروا مدينة بلخ وانتقل الرومي مع أبيه إلى بغداد وهو في سن الرابعة من عمره ولم تطل إقامته في بغداد وانتهى به الحال في مدينة قونيا في تركيا وكان جلال الدين الرومي أهم قد بروحي وديني في مدينة قونيا ولديه مئات المؤيدين والمحبين وطلاب العلم الذين أتوا من كافة أنحاء العالم الإسلامي لينهلوا من علمه ومعارفه وفي أواخر شهر أكتوبر سنة 1244 ميلادية التقى جلال الدين الرومي مع أستاذه ومعلمه شمس الدين التبريزي هذا الشخص الذي سيقلب حياته رأسا على العقب هذا اللقاء كان بمثابة ميلاد جديد لجلال الدين الرومي والأسف الشديد المعلومات عن شخصية شمس الدين التبريزي قليلة جدا ولكن عرف عنه أنه درويش من درويز زمانه زوء شخصية قوية جدا وكان على درجة كبيرة جدا من الاعتداد الروحي فهو كان درويشا جوالا هائما بلا مأوى ينتقل من مدينة إلى أخرى حتى قيل لقسرة يعني سفره وتجواله أنه كان يرى في مكانين في وقت واحد ولذلك لقب بالطائر لأنه لا يستطيع أن يبقى في مكان واحد لفترة طويلة هذا الرجل اتفق كل من تحدث عنه أنه الرجل له قوة روحية لا يضهيه فيها أحد وكان يمتاز بالحكمة والمعرفة وملم بكل معارف عصره من فلسفة وشعر وعلم فلك وريضيات وترك لنا كتاب هام جدا يحمل عنوان المقالات ويوجد في كتابه هذا أمهات أفكاره التي نقلها فيما بعد لتلميزه جلال الدين الرومي ولقد نسجت حكايات كثيرة حول اللقاء الأول الذي جمع جلال الدين الرومي ومعلمه وأستاذه شمس الدين التبريزي ولكن الرواية الأرجح تاريخيا هي التي تقول أنه عندما كان جلال الدين الرومي راكبا دابته وسط مدينة قونيا وحوله مريديه أخذ شمس الدين التبريزي بعنان فرسه متوجه النحو وسأله من هو أعظم شأنا النبي محمد أم أبا يزيد البستامي والبستامي هو أحد أعلام التصوف الذي عاش في القرن الثالث الهجري وأنا كنت عملت عنه حلقة طبعا ممكن ترجعولها يعني ولقد عرف البستامي بمقولاته الشهيرة سبحاني ما أعظم شأني ودلوقتي أقول لكم ما كتب جلال الدين الرومي بخط يده عن هذا اللقاء الأول مع شيخه معلمه شمس الدين التبريزي حيث يقول جلال الدين الرومي أنه توقف واستدار وابتسم له وهذه كانت أول ابتسامة لأستاذه وقال حسنا قل لي أرجوك من هو الأعظم برأيك النبي محمد أم الصوفي أبو يزيد البستامي فقلت ما هذا السؤال جلال الدين الرومي يرد عليه ما هذا السؤال كيف يمكنك أن تقارن بين نبينا العظيم وبين الصوفي سيء السمعة فتجمع حولنا كثير من الناس الفضوليين لكن شمس الدين التبريزي لم يكن مكترس بهم على الإطلاق وقال بإلحاح وهو ما زال يحدق في وجهي أرجو أن تفكر في الأمر جيدا أفلم يقل النبي يا رب اخفر لي عجزي عن معرفتك حق المعرفة فحين قال البستامي طوب لي فأنا أحمل الله داخل عباءتي فإذا كان هناك رجلا يشعر أنه صغير بالنسبة لله بينما يدعي رجل آخر بأنه يحمل الله في داخله فأيهما أعظم وهنا بدأ قلبي يخفق بقوة ده على لسان جلال الدين الرومي بيقول يعني أن قلبه بدأ يخفق بقوة في الواقع بدأ وكأن حجابا قد أزيل وكان تحته لغزا مسير ينتظرني فارتسمت على شفتي الدرويش ابتسامة ماكرة مثل نسيم عابر وتأكدت لحظتها أنه ليس مجنونا بل مجرد رجلا يطرح سؤال سؤال لم أفكر فيه من قبل ولم أرغب في أن يسمع الرعشة التي اعترت صوتي المتهدج عندما قلت له سأقارن بين القولين ومع أن قول البستامي يبدو أعلى من قول النبي محمد فإن أخبرك أن العكس هو الصحيح فقال شمس الدين التبريزي كل أزاني صاغية قلت كما ترى فإن حب الله محيط لا نهاية له ويحاول البشر أن ينهل منه أكبر قدرا من الماء لكن في النهاية أو في نهاية المطاف يعتمد مقدار الماء الذي يحصل عليه كل منه على حجم الكوب الذي يستخدمه ففي حين يوجد لدى البعض براميل ولدى البعض دلاء فإن لدى البعض طساط صغيرة فقط وبينما كنت أتحدث رحت أراقب قسمات الدرويش يقصد طبعا بيها أستاذه شمس الدين التبريزي وهي تتحول من إصدراء خفيف إلى شكر واضح ومنها إلى ابتسامة رقيقة لشخص يرى أفكاره في كلمات شخص آخر هنا أيقن شمس الدين التبريزي أن جلال الدين الرومي يشاركه في الفكر فاسترسل جلال الدين الرومي قائلا في حين كان وعائل بستامي صغيرا بعد الشيء وقد روى عطشه بعد أن نهل جرعة صغيرة وكان سعيدا بالمرحلة التي بلغها فكان شيئا عظيما بالنسبة له أن يدرك الله في داخله أو في نفسه لكن بالرغم من ذلك لم يتمكن من التمييز بين الله وبين وحدة النفس أما النبي محمد فقد اختاره الله ولديه كوب أكبر بكثير لكي يملأه لذلك سأله الله في القرآن ألم نشرح لك صدرك؟ وهكذا شرح صدره وكان كوبه ضخما فكان عطشا على عطش كان يريد أن ينهل أكثر فأكثر وبعد هذا الجواب من جلال الدين الرومي على سؤال أستاذه شمس الدين التبريزي فأيهما أفضل النبي محمد أم البستامي؟ وهنا صاح شمس الدين التبريزي صيحة عظيمة ثم وقع على الأرض لقد وجد أخيرا خله وتوأم روحه أما جلال الدين الرومي يتحدث عن هذا اللقاء فيقول على نفسه أحسست أن هوة فتحت في قمة رأسي وإن بعث منها دخان تصعد إلى عرش السماء ذلك اليوم كان بمثابة ميلاد جديد لي فلم يرى بعد ذلك إلا بصحبة أستاذه شمس الدين التبريزي فهجر دروسه ومريديه والناس جميعا وظل الصوفيان الكبيران متلازمين على امتداد أشهر مما جعل تلاميذ جلال الدين الرومي يصابون بصدمة كبيرة وهم يرون شخصهم المبجل اللي هو جلال الدين الرومي ينعزل عن الناس وينعزل عنهم وعن دروسه تماما ويرافق هذا الدرويش الجوال مثل ظله يذكر الأفلاكي في كتابه مناقب العارفين أن شمس الدين التبريزي كان يخضع جلال الدين الرومي لتربية روحية قاسية جدا لدرجة أنه طلب منه في إحدى المرات أن يضع ملابسه الفاخرة وعمامته ويذهب ليجلب له جرة خمر من الحي اليهودي في مدينة قونية فضر بينهما هذا الحوار قال جلال الدين الرومي كيف أقدم على هذا الفعل الشنيع المحرم وأنا مفتي المدينة فقال له شمس الدين التبريزي كما تشاء فقال له جلال الدين الرومي اطلب مني أي شيء اطلب مني شيء آخر ولكن هذا الأمر لا أستطيع أن أفعله فقال شمس الدين التبريزي لا أريد غير هذا الأمر فظل الرومي يفكر في الأمر الليل كله ثم وافق وفي اليوم الثاني وضع ملابسه وعمامته وذهب في وضح النهار واشترى جرة خمر من الحي اليهودي ومر بها وسط المدينة فقال بعض الناس جن الرجل وقال البعض الآخر أنه منافق لقد فضحه الله وهذه حقيقته فعاد الرومي إلى شيخه شمس الدين التبريزي ومعه جرة الخمر وهو منكسر زليل يحس بالعار بعد أن اتهمه الناس في أخلاقه طبعا بعد أن اشترى جرة خمر من الحي اليهودي وهو مفت المدينة هو مولانا جلال الدين الرومي كيف يقوم بهذا الفعل وبعد ذلك ذهب إلى شيخه شمس الدين التبريزي ومعه جرة الخمر وهو منكسر القلب زليل وقال ماذا بعد فقال له التبريزي هذا يكفي ألقي جرة الخمر واخسل سيابك وتطهر ثم أرضف له قائلا يا جلال الدين الرومي أنت الآن كنيتك صغيرة بمعنى أنك أصبحت كونية متواضعة وليست تلك الكونية الكبيرة بعمامتك الكبيرة ولقبك الكبير وسط مريديك حيث كان على رأسك صخرة كبيرة من غرور عمامتك وها قد كسرتها ولقد أردت أن أزيل عنك هذا الكبر لتعود لحقيقتك بلا عنوان بلا ألقاب تعود كما أنت وتنزع عن روحك كل ما يكدرها أن تذهب هذه الهيبة المصطنعة لرجال الدين على أنهم مقدسين في أعين الناس هو عايز يقول له أنا حاولت أن أجعل منك شخصية متواضعة بدون عمامتك التي تفتخر بها دائما أمام الناس وها أنت قد كسرت هذه الهيبة المصطنعة التي كنت تأخذها من عمامتك وهو يعني ممكن نقول هنا ده رسالة للرجال الدين اللي هما يتباهوا بالعمامة ويتفاخروا بالملابس الدينية التي يلبسونها ليحصلوا على الاحترام وعلى ممكن نقول يتربحوا من هذه العمامة ومن ملابسهم الدينية كما نراهم طبعا في كل الفضائيات يعني تجدوهم يتحدثون عن الفقراء وأن الله يحب الفقراء وهما يمتلكون قصورا وصيرات فارهة ويعشون يعني عشت الملوك ويرسلون بأبناءهم للخارج اللي يتعلموا في أمريكا وفي أوروبا ويرسلون بأبناء الفقراء للدواعش عشان يجاهدوا يعني كلام محزن جدا وطبعا شمس الدين التبريزي أراد أن يكسر هذه الهيبة المصطنعة لرجل الدين الموجودة في جلال الدين الرومي واسترسل شمس الدين التبريزي يعني قائلا لجلال الدين الرومي لقد أردت أن أزل عنك هذا الكبر لتعود لحقيقتك بلا عنوان ولا ألقاب تعود كما أنت وتنزع عن روحك كل ما يكدرها وأن تذهب هذه الهيبة المصطنعة لرجال الدين الذين يعني يطلبون الناس بأن يقدسوهم على أنهم مقدسين في أعين الناس وقال له لا تخترب علمك أو عبادتك ولا تزكي نفسك على العباد رب عاصي نادم خير عند الله منك يعني ممكن يكون الإنسان العاصي اللي هو قدم توبة حقيقية أفضل من رجل الدين الذي يخترب عماماته وملابسه الدينية غضب أهل قونية من شمس الدين التبريزي غضبا شديدا واتهموه أنه ألها شيخهم جلال الدين الرومي عن سيرته ومركزه قفقيه وجعله غارقا في التصوف شعر شمس الدين التبريزي بحقد أهل قونية عليه فغادر المدينة دون أن يعلم أحد عن وجهته فتحطم قلب جلال الدين الرومي من غياب معلمه وأستاذه شمس الدين التبريزي فصار جلال الدين الرومي ينزوي عن الناس ولا يتكلم إلا عن شمس الدين التبريزي وأصبح جلال الدين الرومي الذي يمقط الشعر والشعراء شعرا كبيرا ليظهر ألامه وعذابه من فقدان معلمه الروحي فبحث جلال الدين الرومي عن شيخه ومعلمه شمس الدين التبريزي في كل مكان حتى جاءه الخبر بأنه في دمشق فأرسل له ابنه سلطان ليأتي به واستجاب شمس الدين التبريزي لرغبته وعاد معه إلى قونيا ليلتقي بتلميذه جلال الدين الرومي قرر جلال الدين الرومي أن يزوج شمس الدين التبريزي من ربيباته كيميا ليكون قريبا منه لكن زواج شمس الدين من كيميا للأسف أصار غيرت ابنه الأصغر علاء الدين الذي كان معجبا بكيميا وكان يحبها حبا كبيرا فسيقوم علاء الدين بتحريد تلاميذ والده وأهل قونيا ضد شمس الدين التبريزي واشتد هذا الصحط خاصة بعد مرض كيميا وموتها وبعدها مباشرة توارى شمس الدين التبريزي عن الأنظار ولم يعود إلى قونيا مطلقا واختلفت الروايات حول مصير شمس الدين التبريزي ونهاياته لكن الأفلاكي في كتابه مناقب العارفين يؤكد أن شمس الدين التبريزي قد قتل في سنة 1248 ميلادية على يد ابن جلال الدين الرومي علاء الدين لذلك رفض أبيه يعني جلال الدين الرومي حتى أن يحضر جنازة ابنه عند وفاته سنة 1260 ميلادية لأنه قام بعمل يعني شنيع بأنه قام بقتل معلمه وشيخه شمس الدين التبريزي وهي دي القصة الكاملة للقاء مولانا جلال الدين الرومي بمعلمه وشيخه شمس الدين التبريزي اللقاء المسمى بمرج البحرين لن أطل عليكم أكثر من ذلك وأتمنى طبعا أن الحلقة تكون نالت إعجابكم وأحب أسمع أراءكم في شخصية شمس الدين التبريزي وفي مولانا جلال الدين الرومي وأشوف ده في التعليقات وهي دي كانت حلقتنا النهاردة وإلى اللقاء في معلومة تاريخية جديدة